بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المسلمون هذا هو الدرس الرابع والسبعون من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه وما زلنا نذكر أدلة أركان الإيمان وذكرنا أدلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإثبات وجوده وأدلة إثبات وجوده وذكرنا كذلك أدلة الإيمان بالملائكة واليوم نذكر أدلة الإيمان بالكتب ونحن في الإسلام والقرآن الكريم يأمرنا أن نؤمن بكل الكتب السماوية في الإجمال قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهذا الإيمان هو إيمان إجمالي ولكن الكتب التي جاءت التي كانت قبل القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل طرقتها أي للتحريف من أتباعها الذين حرفوا الكلمة من بعد مواضعه كما قال الله عز وجل عنهم إذ أنهم لم يحفظوا هذه الأمانة وحرفوا الكلمة وبدلوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فلم تحفظ تلك الكتب من التحريف بسبب هؤلاء فهي عقوبة لهم وكذلك لأنه لم يكن ذلك هو العهد الأخير فالقرآن الكريم أولا مع حفظ أتباعه له عن ضهر قلب ومع المحافظة عليه ومع إنشاء العلوم له من علوم البلاغة واللغة والأصول وغيرها من العلوم والتجويد كذلك حفظه أتباعه عن ضهر قلب ثم دونوه ونقلوه جيلا بعد جيل متواترا وكذلك هو العهد الأخير للبشرية إذ ليس بعده إلا القيامة فلذلك حفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا حافظون والقرآن بنفسه يتحدى أن يأتي هؤلاء فيه بأخطاء على كل حال اليوم نذكر أدلة إثبات عظمة القرآن وصحة القرآن ومن تلك الأدلة ما ذكره البروفيسور الدكتور جاري ميلر في كتابه القرآن المذهل ذكر أنه كان يقرأ القرآن الكريم وعندما وصل إلى الآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يقول دكتور ميلر عن هذه الآية أنها آية مختصرة من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر من أنه مبدأ إيجاد الأخطاء أو البحث عن الأخطاء في النظريات التي إلى أن تثبت صحتها وحتى يتبين صحة الشيء المراد اختباره فإذن يقول هو العقيم أن القرآن الكريم يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه ويتحداهم أن يجدوا خطأا واحدا فيه ومع ذلك عجز أقحاح العرب في ذلك أن يجار القرآن الكريم وعجز الآن في هذا العصر أن يجد أولئك الناس أخطاء في القرآن الكريم من حيث المبنى من حيث البلاغة والبيان وكذلك من حيث الأدلة العلمية في هذا العصر تحداهم أن يجدوا خطأا فيه فلم يجد أحدهم أي خطأ ومن القصص التي بهرت الدكتور غاري ميلر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب مع عمه الذي نبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام وكان يكره الإسلام ويكره النبي صلى الله عليه وسلم كرها شديدا لدرجة أنه كان يتبع محمدا أينما ذهب ويسخر منه وبالتالي يشككوا الناس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات نزلت فيه سورة عظيمة وهي تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فهذه السورة تقرر أن أبا لهب سيدخل النار وأنه لن يدخل الإسلام وخلال تلك العشر السنوات كان أبو لهب بإمكانه أن يدخل الإسلام ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم وبإمكانه أن يتظاهر فقط حتى بالإسلام لكنه لم يفعل ذلك فمن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة منذ قبل عشر سنوات أن ذلك الرجل لن يدخل الإسلام ومعنى ذلك أن محمدا يقول لأبي لهب أن تتكرهني وتريد أن تكذبني وتتخلص مني ولكنني سأعطيك الفرصة إذا استطعت أن تتظاهر بالإسلام أو أن تكره الإسلام ولكنه لم يستطع أو أن تدخل الإسلام ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك لأن الله تعالى الذي خلقه عالم أنه سيموت على العصيان والعياذ بالله كذلك أيضا من الأدلة التي ذكرها هذا الدكتور قول الله عز وجل تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وهذه من المغيبات من المعجزات الغيبية القرآنية وهو التحدي للمستقبل بأشياء لا يمكن أن يتنبأ بها الإنسان في القرآن يقول بأن اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين وهذا مستمر إلى وقتنا الحاضر فأشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود كما هو واضح وهذا التحدي بإمكان اليهود أن يدخلوا الإسلام ويقولون انظروا نحن سالمنا المسلمين ونعيش معهم بسلام وبأمان ونسالمهم وبالتالي يمكن أن نجد خطأ في القرآن الكريم من تلك الآية لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا كما قال الله عز وجل عنهم في آية أخرى أيضا يتحداهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة أي هؤلاء اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله تعالى يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم يعني ولن يتمنى اليهود الموت أبدا لما يعرفونه من صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأن دعوته حقيقية وأن دعوته صادقة وأنهم إذا ماتوا على غير اتباعه عليه أفضل الصلاة والسلام فإنهم يذهبون والعياذ بالله إلى النار وبالتالي لأنهم لم يتبعوا الدين الحق وبالتالي إذا كانوا صادقين فإذا عليهم أن يتمنوا الموت إذا كانت دعواهم صادقة أنهم إن ماتوا سيدخلوا ستكون لهم الدار الآخرة خالصة فعليهم أن يتمنوا الموت فما بينهم وبين وصولهم إلى القنة إلا أن يتمنوا الموت ولكنهم لم يفعلوا ذلك لماذا؟ لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولأن الله تعالى يعلم بحالهم أنهم لن يتمنوا ذلك فإذا هذه من ضمن الأدلة التي تدل على أن القرآن من عند الله عز وجل وكذلك أيضا ما تحدى الله تعالى به أقحاح العرب الذين هم آساطين البيان ورواد اللغة وهم قادة اللغة العربية والله تعالى يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقولها الناس والحجارة وعدة الكافرين وبالتالي لا أحد يستطيع أن يأتوا بشيء من ذلك كذلك أيضا من الأدلة كما قلنا الحقائق الغيبية التي ذكرها القرآن الكريم وجاءت بعد ذلك كما أخبر القرآن الكريم من غلبة الروم وهزمتها من قبل فارس ثم بعد ذلك في بضع سنين ستنتصر هذه التي هي مهزومة وهي الروم فبالتالي هذه الحقائق غيبية ذكرها القرآن الكريم وهي تدل على صدقه وصحته وأنه كتاب من عند الله عز وجل وأن الله عز وجل لا يخلف المعادة فإذن هذه كلها تدل دلالة واضحة على صدقها القرآن الكريم وهناك من الأدلة الكثيرة الأخرى التي ربما نذكرها في درس آخر وصلى الله على سيدنا محمد وآله